في خلال مدة لم تتجاوز الست شهور الرئيس عبدالفتاح السيسي كان متواجد في منطقة قناة السويس مرتين مرة الأولى في مايو 2019 مايو يعني الماضي وتحديدا في الإسماعيلية السبب أنه كان بيفتتح مشروعات قومية ضخمة كان أبرزها مشروع أنفاء قناة السويس مدينة الإسماعيلية الجديدة مشروعات كانت تدشن لعملية من عمليات التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء وقتها لما تم تدشين أنفاء قناة السويس أصبح لدينا في مصر الأنفاق الأضخم من نوعها في تاريخ البلاد بل وعلى مستوى العالم من حيث الأطوال من حيث الأقطار من حيث حجم الأعمال ومن حيث الخطة الزمنية القياسية التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة النهاردة وأنا كنت حاضر وزي ما بيقول المثل ليس من رأى كمن سامع كنت حاضر إطلاق الرئيس إشارة مشروعات قومية جديدة بتدخل نطاق الخدمة في محافظتي شمال سيناء وبرسعيد المشروعات هي أنفاء 3 يوليو محور 30 يونيو وأيضا المرحلة الأولى من ميناء شر بورسعيد وأخيرا إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل لتكون هذه المنظومة نقطة بدايتها في محافظة بورسعيد وطبعا إحنا اتكلمنا عن مراحل هذه المسألة بالتفصيل الحقيقة اللي احنا شفناه النهاردة بيقول أن احنا مش قدام نفاق أو أنفاق عادية نما إحنا فعلا كنا قدام منظومة أنفاق كاملة شاملة بتربط ما بين الوادي والدلتا وشبه جزيرة سيناء ده اللي بيؤكد أن التنمية في سيناء بدأت تأخذ ويمكن للمرة الأولى خلال السنوات الماضية بدأت تأخذ منحة جدي منحة حقيقي بيؤكد أن التنمية الحقيقية في سيناء تأتي بالاستثمار والأمن يدا معا يدا مثلا شفنا نهاردة في جولتنا مع الرئيس زي الأنفاء الجديدة ويمكن حضر لكم شايفين دلوقتي في الصورة بتربط بين قارتين أفريقيا وأسيا بتمر أسفل المجرى الملاحي للقناة هذه الأنفاء نفذها ستة لاف عامل ومهندس مصري من كبرى شريات المقاولات المحلية الأنفاء بتمر أسفل قناة السويس الأديمة على عمق 42 متر من سطح القناة لتصل ما بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة علشان تربط مدن القناة بزيناء مباشرة الرئيس سيسي تحدث في عدة نقاط مهمة النهاردة أبرزها جزء الأنفاء والمشروعات القومية تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروح ده زي ما شدد عليه الرئيس كان مطروح من حوالي 15 سنة لكن الشغل فيه العمل فيه تأجل بسبب حجم الأموال الكبيرة اللي كانت مطلوبة لتنفيذ هذه المشاورية